السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على آناتنا في التعليم مع فيديو جديد في مادة اللغة العربية للمستوى السادس صفحة عشرة هذه الصفحة من كتاب في رحاب اللغة العربية هنا النص المستثل بعضوان رحلة إلى الهند إذن بعد إراءة النص نحاول إجابة عن الأسئلة في هذا الفيديو تتمى للحصة الثانية دراسة الجزء الثاني ستجدون في الآنات هناك دراسة الجزء الأول في فيديو آخر إذن دراسة الجزء الثاني نبدأ من التذكر وذكر بخلاصة الجزء الأول من النص إذن الجزء الأول من النص كان يتحدث عن أهمية العدد السابحة بالنسبة لصلاح الدين حيث يعتبر هو سابع أخوته ووجد في اليوم السابع إلتقى صلاح الدين بإمرأة عجوج ساعدها فدعت معه وتمنت له بزيارة بلاد الهند وفعلا عند مشاركته في مصابأة للرسم فاز في هذه المصابأة بحية إلى هذه البلاد إذن هنا في الجزء الثاني سنجيب على أسئلة الجزء الثاني الخاصة من هذا النص المستلسل معجم الجزء الثاني نقر الجزء الثاني من النص ونحدد معاني الكلمة إذن هذه الكلمة نحدد معناها حسب النص الموعود ما معناه الموعود حسب النص؟ إذن الموعود هو المنتظر التهنيد معناه صوت شحد السيف المعالم معناها هي الآثار العمرانية يعني الآثار العمرانية التي تكون موجودة في البلاد إذن الموعود المنتظر التهنيد صوت شحد السيف والمعالم هي الآثار العمرانية أفهم وأفكر أيضا هذه الأسئلة نجيب عليها انطلاءا من النص حسب السؤال هنا من أين انطلقت رحلة صلاح الدين في الهند إذن هنا نلاحظ في الفقرة الثانية وفي اليوم الوعود انطلقت بالطائرة إلى تاني أكبر لدين في العالم من حيث تعداد السكان بعد الصين ولما هبطت بمطار نيو ديلي عاصمة الهند وجدت طفلا في سني ينصدرني إذن من أين انطلقت هذه الرحلة؟ من مطار نيو ديلي إذن نجيب حسب السؤال الأول انطلقت رحلة صلاح الدين في بلاد الهند من مطار نيو ديلي هذا هو جواب السؤال الأول السؤال الثاني ما الرغبة التي عبر عنها صلاح الدين لصديقه الهندي؟ أيضا حسب النص فرحب بآلا ستقضي معي سبعة أيام في بلاد الجميلة الهند واسم الهند مشتق من التهنيد ويعني الشيء الذي يجذب العقول لجماله أرطعته بحماسة أريد أن أتجول في جميع أنحاء بلادك يعني الرغبة التي عبر عنها صلاح الدين هي أن يتجول في جميع أنحاء بلاد الهند إذن الرغبة إذن نكتب تانيا الرغبة التي عبر عنها هي التجول في جميع أنحاء بلاد الهند إذن نجواب السؤال الثاني الرغبة التي عبر عنها صلاح الدين هي التجول في جميع أنحاء بلاد الهند السؤال الثالث هل سيتمكن صلاح الدين من تحقيق رغبته ولماذا ضحك مني متسائلا كيف لك أن تحقيق ذلك يا صديقي وطول الشبكة الطوئية في بلادي أكثر من أربعة ملايين من الكيلومترات إذن هو لن يتمكن من ذلك إذن جواب السؤال الثالث سنكتب لا لم يتمكن من ذلك لم يتمكن من تحقيق رغبته لأن طول الشبكة الطوئية في بلاد الهند أكثر من أربعة ملايين من الكيلومترات هو لن يتمكن من زيارة جميع أنحاء بلاد الهند لأن مساحتها شاسعة كثيرا يعني لن يستطيع زيارتها كلها إذن جواب السؤال الثالث لا لم يتمكن من تحقيق رغبته لأن طول الشبكة الطوئية في بلاد الهند أكثر من أربعة ملايين من الكيلومترات السؤال الرابع من الشخصية الجديدة في هذا الجزء من النص ومواضفتها إذن في هذا الجزء من النص ظهرت شخصية جديدة إذن من هي؟ إذن هي الطفل الهندي الذي استقبل الكاتب في مطار نيوديل ومواضفتها ذلك الطفل لعب هنا دور المرشد السياحي إذن نجيب على السؤال الرابع الشخصية الجديدة في هذا الجزء هي الطفل الهندي ودوره هو استقبال الكاتب حيث لعب أي الطفل دور المرشد السياحي بالنسبة له يعني بالنسبة للكاتب إذن هذا هو جواب السؤال الرابع ثم ننتقل إلى أركب أركب هنا أحدد الفكرة العامة لجزء الثاني من النص أي جزء هذا الذي درسناه حاليا ثم نأترح ملوانا مناسبا له إذن الجزء الثاني من النص يتحدث عن وصول الكاتب إلى مطار نيوديله استقباله من طرف الطفل الهندي رغبته في زيار جميع أنحاء البلاد لكن هذه الرغبة لم تتحق لأن بلاد الهند مساحاتها شاسعة إذن سنحاول أن نكتب ذلك على شكل مضمون لهذه الفقرة إذن وصول الكاتب إلى بلاد الهند وهبوطه بمطار نيوديله حيث وجد طفلا هنديا في استقباله إذن هذا هو مضمون الجزء الذي درسناه وصول الكاتب إلى بلاد الهند وهبوطه بمطار نيوديله حيث وجد طفلا هنديا في استقباله سؤال الثاني أعترح علوانا مناسبا لهذا الجزء يمكنكم اعترح أي علوان أنا سأعطي فأطمثالا انطلاء الرحلة لأن عند وصوله إلى بلاد الهند بدأت رحلته في هذه البلاد لانطلاء الرحلة سؤال الثاني أعلقه على أولي صلاح الدين أريد أن أتجول في جميع أنحاء بلادك ما المعنى هذه العبارة؟ يعني ما المقصود بهذه العبارة؟ أريد أن أتجول في جميع أنحاء بلادك إذن هذه العبارة تعبر عن رغبة صلاح الدين في التعرف على بلاد الهند وزيارة معالمه إذن هذه الجملة تدل على أن صلاح الدين له رغبة في التعرف على بلاد الهند وزيارة معالم هذا البلد إذن هنا السؤال الأخير أعبره عن مضمون الجزء الثاني من النص بأسلوبه الخاص يعني نعطيه تلخيص لهذا الجزء إذن هنا سنعبر عن الجزء الثاني بأسلوبنا أي تلخيص لهذا الجزء هذا الجزء يتحدث عن وصول صلاح الدين إلى مطار نيودلهي استقباله من طرف الطفل الهندي إبداء رغبته في زيارة جميع أنحاء البلاد لكن الطفل أخبره بأن هذه البلاد شاسعة لا يمكنه زيارتها كلها إذن سأعطيكم مثال عن هذا المضمون وصل الكاتب وصول الكاتب إلى بلاد الهند حيث وجد طفلاً هندياً في استقباله ورغبته في التعرف على هذه البلاد لكنه اكتفى بزيارة أهم المعالم التاريخية لأنه لم يستطع زيارة البلاد كلها إذن هذا المثال للمضمون ويكون كتب المضمون آخر إذن إلى هنا تنتهي تمارين الصفحة 12 يعني دراسة الجزء الثاني من النص المسترسل رحلة إلى الهند